بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأقدم لكم من خلاله تصحيح مسائل تأول إلى حلها إلى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين إذن المسألة الأولى اشترى كريم من مكتب أربعة دفاتر وخمسة أقلام بما قدره مية وخمسة درهم واشترت مريم ثلاثة دفاتر وقالمين بمبلغ سخمسين درهم إذن السؤال أوجد ثمان دفتر واحد وتمان القلم الواحد إذن على بركة الله لحل هذه المسألة أول حاجة قراءة المسألة قراءة جيدة ثاني حاجة اختيار المجاهل ثالث حاجة صياغة النظمة أو صياغة المعادلتين رابح حاجة حل النظمة وخمس حاجة هو التحقق إذن بالنسبة لاختيار المجاهل بعد قراءة جيدة للمسألة إذن بالنسبة للمجاهل كنخرجهم في أغلب الأحيان انطلاقا من السؤال إذن السؤال أوجد ثمان دفتر الواحد وتمان القلم الواحد إذن لاعتبرنا المجهول X هو ثمان الدفتر الواحد إذن غير يكون Y هو ثمان القلم الواحد الآن سياغة النظمة اشترى كريم من مكتب أربعة دفاتر وخمسة أقلام بما قدره مية وخمسة ديالدراهم هذا يعني أن مية وخمسة دراهم هو ثمان ديالربعة ديالدفاتر وخمسة الأقلام الآن ثمان ربعة ديالدفاتر كان عرفوا أن ثمان الدفتر الواحد هو X إذن ثمان ربعة ديالدفاتر هو ربعة X وبنفس الطريقة اشترى خمسة ديالأقلام ثمان القلم الواحد هو Y اذا ثمان خمسة ديال الاقلام هو خمسة ايقراك. ولا جمعنا ثمان ديال الربعات الاقلام زائد ثمان ديال خمسة ديال الدفاتر. اذا نخلص في المجموع مية وخمسة ديال درهم. اذا تساوي مية وخمسة. وبنفس الطريقة اشترت ماريام ثلاث دفاتر وقالمي بمبلغ ستة خمسين درهم. بمعنى ستة خمسين درهم. شرات بها ثلاثة ديال الدفاتر. وكنعرف ان ثمان الدفتر الواحد هو اكس. اذا خلصات في ثلاثة ديال الدفاتر ثلاثة اكس. زائد قلمين. وتمان القلم الواحد كنعرف هو ايقراك. اذا ثمان قلمين هو جوج في ايقراك. اذا خلصات جوج ايقراك بالنسبة القلمين. وفي الاخير خلصات او ادت ثمان ديال ستة وخمسين درهم. اذا الان اشترى كريم اربعة دفاتر بثمان اربعة اكس زائد خمسة اقلام بثمان خمسة ايقراك. من ايج معناهم اعطتنا مية خمسة. واشترت مريم ثلاثة دفاتر بثمان ثلاثة ايكس. زائد جوج ديال اقلام بثمان جوج ايقراك. لمجموع خلصات السخمسين درهم. اذا these هي النظمه لنا نبحثو على الحل ديلها. اذا لحل هذه النظمة كنا مجموعة من الطرق. اينا الطريقة التأليف الخطيات. الطريقة الهندسية. وطريقة التعود. احنا اخت부 اسهل طريقة الى اللي هي الطريقة التأليف الخطية. اذا لاقصاء المجهول اكس. اذا غال نضرب او المعادلة الاولى مباشرة في معامل اكس دية المعادلة التانية يتهى ثلاثة. وبنسبة للمعادلة التانية. كنضربوها في مقابل معامل X دي المعادلة الأولى بمعنى هنا عندي 4 سنضربها في ناقص 4 ولكنت عندي هنا ناقص 4 سنضرب المعادلة التانية في زائد 4 إذن دائما معادلة التانية سنضربها في مقابل معامل X دي المعادلة الأولى الآن 3x4x هي 12x زائد 3x5 هي 15y تساوي 3x105 هي 3x5 3x0 3x1 ثلاثة. الآن معادلة الثانية. سنضربها كاملة في ناقص ربعة. اذا ناقص ربعة في ثلاثة هي ناقص 12x. اذا حصلنا على العدادان متقابلان. ناقص ربعة في الجوج هي ناقص ثمانية يغرق. تساوي ناقص ربعة في الساعة وخمسين ناقص مائتين وربعة وعشرين. الآن سنجمع المعادلتين بجوج. اذا تساوي ناقص ثمانية ناقص ثمانية هي زائد سبعة تساوي ثلاثمية وخمستاش ناقص مائتين وربعة وشرين هي واحد وتسعين. الآن تتساوي واحد وتسعين مقصومة على سبعة والنتجة هي تلتاش. اذا ثمن القلم الواحد هو تلتاش درهم. الآن لنبحث عن ثمن الدفتر الواحد. يعني غادي نقصي وغادي نبحث على بنفس الطريقة التأليفة الخطية. الآن لاقصاء سنضرب المعادلة الاولى في معامل دي المعادلة الثانية مباشرة. هنا عندي جوج. اذا المباشرة غادي نضرب المعادلة الاولى في جوج. بالنسبة للمعادلة التانية كنضربها في مقابل معامل دي المعادلة الاولى. اذا هنا عندي زائد خمسة. اذا المعادلة التانية غادي نضربها في ناقص خمسة. وكيف قد لكم لقد عندي العدد ساليب بمعنى كانت عندي هنا ناقص خمسة. غادي نضرب المعادلة التانية في زائد خمسة. اذا دائما في مقابل معامل ديل المعادلة الاولى. اذا الان عندنا جوج في اربعة هي تمانية اكس زائد جوج في خمسة هي عشرة اقراج تساوي جوج مية خمسة هي ميتين عشرة بالنسبة لانتقال التانية ناقص حمسة في تلاتة اكس هي ناقص خمسة اكس ناقص خمسة في جوج اقراج هي ناقص عشرة اقراج. اذا انا حصلنا على عدد المتقابلان يجب التساوي ناقص 5.56 هي ناقص дв ally nevertheless are we aim at that half czas 228. إذا الان سنجف عن معادلتين e August. وستحصل على 28x15x هي ناقص 7x 10y ناقص sneaky isto ta .0ажи 210-182 .70. إذا ay x Vas Sort of 70 mejor dodge on Q7 est envoy for x medicines he rsophov.xe You can do y وبالتالي 8 الدفتر الواحد هو 10 درهم وتمان القلم الواحد هو 13 الدرهم. والان التحقق من هذه النتائج هو الصحيحة او لا لا. اذا تنحضوا واحدة من هذه المعادلات وكننا عاوضوا القيمة اكس بعشرة والقيمة ايجراج بتلتاش وكنتأكدوا بان النتائج هي اللي كان في الطرف الايمان. اذا سنأخذ المعادلة الاولى. عدنا اربعة اكس زائد خمسة ايجراج. تساوي اربعة في اكس يعني اربعة في عشرة. زائد خمسة في ايجراج بمعنى خمسة في تلتاش. اذا نتيجة اربعين زائد خمسة وستين تساوي مية وخمسة. اذا التحقق صحيح. امكانكم تعودوا اكس بعشرة وايجراج تلتاش معادلة التانية وتحقوا بان المجموع هو ستا خمسين. اذا الان نمر الى المسألة التانية. اذا الان مسألة التانية اشترى تلميذ تمانية كتب واربعة دفاتر بما قدره الف وثمانين درهم. واشترى اخوه خمسة كتب وسبعة دفاتر بما قدره ثمانمية وعشرة ديال درهم من نفس النوع. السؤال اوجد تمان الدفتر الواحد وتمن الكتاب الواحد. اذا بسبب هذه المسألة هذه انا نخليكم تماما لعادية تبحتوا عليها. وتحدث تمان الدفتر وتمن الكتاب الواحد. اذا الى هنا ننتهي. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.